أزمات تتوالى وكوارث تترى ما بين حرائق المستشفيات وتفجيرات الأسواق وسط أزمات اقتصادية وترد الخدمات وغياب التيار الكهربائي في حار تموز اللاهب حرب متعددة الجبهات يعيشها المواطن العراقي لتأتي جائحة كورونا وتزيد من محنة العراقيين وتضاعف معاناتهم أعداد الإصابات اليومية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة حيث أعلنت وزارة الصحة الحالية تسجيل نحو 10 ألاف إصابة جديدة توفي منها 62 خلال الساعات الماضية الوزارة حذرت من تداعيات خطيرة إذا استمر عدم الاكتراث بالتوجيهات الصحية لا سيما وأن الموجة الحالية هي الأخطر والأشد من الموجات السابقة بسبب سرعة الانتشار وإصابة جميع الفئات العمرية بينما يؤكد المرصد الصحي في العراق أن متحور دلتا دخل البلاد بالفعل ويبدو أنه المتسبب الرئيس في زيادة أعداد المصابين مشيرا إلى أن نظام الصحي في البلاد يوشك على الانهيار بعد وصول المستشفيات لطاقتها الاستيعابية القصوى وتقول الأجهزة الصحية أنها تتحضر لكارثة إنسانية بعد زيادة الحالات الحارجة والوفيات فيما يؤكد أطباء أنهم يخسرون المعركة ضد الفيروس في ظل انعدام الأسرة وشح الأدوية بالإضافة لاحتمال احتراق أماكن العزل في أي لحظة السلطات الحكومية بمختلف صنوفها تحاول أن تحصر اللوم بالمواطن فقط دون أن تحمل نفسها مسؤولية فشلها في توفير البيئة الصحية المناسبة في ظل الفوضى التي تعج بها المؤسسات الصحية ناهيك عن تعثر إجراءات الإغلاق وفشل حملاتها الدعائية لحث الناس على أخذ اللقاح ويعد العراق أحد أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالوباء فحتى الآن أصيب أكثر من مليون ونصف المليون عراقي بالمرض توفي منهم نحو 18 ألفا بحسب الأرقام الرسمية فيما يتوقع المتخصصون أن الإصابات الحقيقية أعلى بكثير بينما لم يتلقى إلا قرابة مليون ومئتي ألف شخص جرعة أو أكثر من لقاحات كورونا